أكد رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي أن منتدى التعاون الصيني الأفريقي أثرى العلاقات الأفريقية الصينية وحقق نتائج مثمرة مشيرا إلى أن قمة هذا العام يمكنها أن تدفع التعاون بين الجانبين إلى الأمام وأشار مدبولي إلى أن أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل هو بمثابة منصة للحوار الجماعي بين أفريقيا والصين وضف رئيس الوزراء أن مصر ساهمت خلال السنوات الأخيرة إلى جانب الصين في تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي مضيفا أن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرات الحزام وطريق ودعمت مبادرات الصين من أجل الأمن العالمي والتنمية العالمية والحضارة العالمية وأضح مدبولي أن مصر ستواصل العمل مع الصين لتجنب المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية مع مواصلة دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وهو ما سيساهم في إيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس تفعيل حل الدولتين شكرا شكرا